بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الحضور الكريم اود في البداية ان اعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديق العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعليات بيدي تنفيذ الصب الخرصية الاولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووية والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الانشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع كما اتوجه ايضا بالشكر للضيف الكرام السيدات والسادة انه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي ان اتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الامة وشاهدة على ارادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزمته واسراره وجهده التاريخ على مر الاصور وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مصاري التنمية والبناء وصياغة مستقبل المشرق لمصر ان هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة اخرى في مصاري التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صلحا جديدا اضافة الى مسيرة الانجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ كما يعجس مدى الجهود المبزولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بانشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بواتيره اسرع من المخطط الزمني المخرر متخطيا حدود الزمان متجاوزا كل المصاعب ليعكس الاهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة ايمانا بدوره الحيوي كمحرك اساسي للنمو الاقتصادي واحد ركاهز التنمية الاقتصادية وفي قرية مصر 2030 السيدات والسادة ان ما يشهد عالمنا اليوم من ازمة في امدادات الطاقة العالمية يؤكد اهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية باحياء البرنامج النوو السلمي المصري لانتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير امدادات طاقة امنة ورخيصة وطويلة الاجل وبما يقل الاعتماد على الوقود الاعفوري ويجنب تقلبات اسعاره كما ان اضافة الطاقة النووية الى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مثل انتاج الكهرباء يكتسب اهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزيدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما حقك لاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ وختاما اتقدم بالشكر مرة اخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية كما اعرف عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة اتوم ستروي اكسبورت البقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العمناق اعملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة مرة اخرى وقبل ان اختتم كلمتي اتواجه لك اخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع الى التنفيذ لو ندعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الان اتصور هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لاتمام هذا المشروع شكرا لفخامة الرئيس بوتين مرة اخرى اشكركم واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة